اشتركوا في القناة نسب الإشغال في فنادق الخمس والأربع نجوم العاملة في المملكة خلال إجازة عيد الفطر الحالية قفزة كبيرة لتتجاوز حاجز الثمانين بالمئة وقد عز الخبراء الارتفاع الكبير في نسب إشغال الفنادق ومرافق الضيافة في المملكة إلى طول إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام والتي تتجاوز الخمسة أيام في العديد من دول الجوار وبخاصة المملكة العربية السعودية إضافة إلى تفضيل العائلات الخليجية للبحرين كوجهة سياحية متكاملة تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة أعلن احتياطي الأجيال القادمة إغلاق حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية وأظهرت الحسابات الختامية أن مجموعة أرباح السنة والدخل الشامل في 2017 بلغ أكثر من 59 مليون دولار بعائد إيجابي على الاستثمارات بنسبة 10% في المتوسط ما يعني الاستمرار في تحقيق عوائد إيجابية بالانقطاع منذ إنشاء الاحتياطي في العام 2006 وقد صرح وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إبراهيم أبل أن التركيز في استراتيجية الاستثمار خلال المرحلة القادمة سيكون على تحقيق مستوى متكامل من تنويع المحافظ والإدارة المتمكنة للمخاطر بلغت قيمة التحويلات المالية السريعة في القطاع المالي السعودي أكثر من 20 تريليون ريال خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية وأظهرت أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي سامة تراجعا بالتحويلات المنفذة عبر نظام السريع بنسبة 25% خلال شهر أبريل الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع الحكومة الإتيوبية يقدم بموجبها الصندوق 3 مليارات دولار وذلك لدعم الاقتصاد الإتيوبي وتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية وتمكين الاقتصاد من مواجهة مختلف التحديات وقالت وكالة أنباء الإمارات إن مذكرة التفاهم تضمنت اتفاقية لإيداع مليار دولار في بنك إتيوبيا الوطني بأدف دعم السياسة المالية والنقدية في البلاد وتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العمولات الأجنبية لدى البنك الإتيوبي ذكر التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال أن الاتجاهات المسجلة لدى أسواق النفط العالمية باتت أكثر انسجاما مع قدرة القطاعات غير النفطية على تسجيل معدلات أداء استثنائية خلال الفترة الحالية والقادمة وأشار التقرير إلى أنه بات في الإمكان تحقيق قفزات على معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن العوائد النفطية بنسب وصلت إلى 8% منذ بداية الارتفاع حتى اليوم في حين بات اقتصاد المنتجين وفي مقدمته اقتصاد دول المنطقة أكثر قدرة على تحقيق معدلات مستهدفة ردت الصين على نجزاع تجاري متصاعد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال رفع رسوم استيراد قائمة السلع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار وقالت الحكومة إنها ترد بشكل متساوى على رفع ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية في إطار نزاع حول الفائض التجاري لبكين والسياسة التكنولوجية التي تقلق الشركات من أنها قد تتصاعد بسرعة وتضعف النمو الاقتصادي العالمي وذكرت بكينو أيضا أنها ألغت اتفاقيات لتضييق فائضها التجاري بمليارات الدولارات مع الولايات المتحدة من خلال شراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية والغاز الطبيعي وغيرها من المنتجات وغيرها من الحكومة